اشتركوا في القناة لو أنك عندك جار مؤذي وللأسف الشديد ما أكثرهم في هذه الأيام هل هناك دعاء يحميني من أذى هذا الجار نعم بفضل الله تبارك تعالى طبعا لا يخفل عن حضراتكم أن سيدنا جبريل عليه السلام وصل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن سبحان الله العظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ظننته أنه سيورثه يعني من كتر مسيد من النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقول له الجار 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 قلت خلاص ده 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 كده بيطلب منه أن نحن نورس الجار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن ثلاثا ثلاثة قالوا من يا رسول الله قالها ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقة جار اللي لا تسلم من أفعاله ولا من لسانه حتى أن العلماء أجمعوا على أن سبحان الله العظيم يعني معظمهم قالوا بأن أذية الجار تعد كبيرا من الكبائر والجار قد يؤذي بالتصنط قد يؤذي بالخصومة قد يؤذي بالأذية سواء بالفعل أو بالقول أو بأي طريقة الحديث عند التلمزي بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة ومن غضبه وعقابه وشر عباده لازم تحفظ هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة ومن غضبه وعقابه وشر عباده وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال الدعاء ده برضو مهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم عندك دعائين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو عندك جار مؤذي حاول بقدر الإمكان تدعو بهم أن أنت ربنا يحميك من أزاه ما بقولك اشتدع لي لكن هذه الأدعية حتى يحميك الله تبارك وتعالى من أذية هذا الجار تظروينا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته